مرحبا بكم في قناة تحفة يوب كيف احرجت جماهير اتحار العاصمة النظام المغربي في عقر داره وكيف ورد محمد سادس نفسه مع الجزائر وجماهير من وجدة تنقلب عليه فماذا عن الطالب المدوي لبعض سكان وجدا للرئيس بون ويعودون لانتمائهم للجزائر بداية ومع الدرس القوي من جماهير فارق اتحار الجزائر العاصمة التي كانت حاضرة في المغرب والذين هزوا الملعب تحت عيون نظام المخزن ونصروا مواقف الجزائر السيادية اذ لم يتجرأ الاقجع وبيادقه على محاولة اعتراض ايصال ردهم ورسائلهم اما الملفت في الامر يقول مرقب هو تصرف بعض سكان وجدا والذين يعارضون نظام الملك المغرب بقيادة محمد سادس خاصة الذين يدعون منهم الانتقال المغرب للجمهورية وترك الملكية التي تعالي كل دول الجوار وتقمعهم اذ يقمع بها حكام المغرب المتعاقبين شعبهم ويعششون في السلطة اما بيس القصيد يكمن في مساندة السكان من وجدا لجمهير تحار العاصمة وقفين ذا لقجعوا سببوا له صدمة كبيرة خاصة بعد ان ابان عدد منهم انحيازهم وانتماؤهم للجزائر وهذا يعيد بنا الحديث عن ورطة قد يضع الملك المغرب محمد سادس نفسه فيها من حيث لا يدري لان السفزازته المتكررة من مؤخرا حول محاولته مصدر الصفار الجزائرية بجانب عقارات تبع لدولة الجزائرية في الربارتومة سيسه للرياضة والبدأ في الاستفزاز بتعمال ورقة الخرائط التي لا تعترف بها الجزائر بخريطة وهمية التي بتر فيها الصحراء الغربية ولصالحه ويتعمل طباعتها على صدر كل لعبين ليستفز الجزائريين ويدفعها للانسحاب وحتى تسليطه لدبابه من أجل تداول خرائط وهمية أخرى يبطرون فيها حتى مناطق جزائرية عنده أما الجزائر فبدورها ترد لكن ليس في المهم كما المغرب وقدير على تكرار سيناريو سرجع في كيك مع وضع خيار سرجع أراضي أيضا من وجده بالوتائق وممتد حتى نهر ملوية ما يفسر انتماء بعضهم للجزائر ودعوتهم لإعادتهم تحت سيطرتها وفي تفاصيل ذلك تجدد مطالبهم بالنزوع للجزائر والاعتراف بجزائريتهم بداية بدأت بعض الأسوات تدهر من بعض سكان مناطق حدودية بل وتزداد في الأيام الأخيرة يطالبون بالانضمام للجزائر حتى أن أشخاص من سكان في كيك ووجده وغيرهم من المناطق المتخمة على الطول الخط الحدودي بين الجزائر والمغرب بعضهم قالوا أن النظام المغربي يهمشهم ويعانون لسنواز طويلة ويقولون أنهم جزائريون ويتمنون أن تصارش على الجزائر المناطق الحدودية المعترف بها دوليا والتي لم تدقق فيها منذ الاستقلال وتركت حينها النظام المغربي إلى يومنا هذا يستغلها وكذلك المزارعين الذين تم حسيسابهم على المغرب متمنين العودة والتخلص من النظام المغربي بشرط أن تتركهم الجزائر في نفس الأراضي عندما تسترجعها ولا ترحلهم نحو الداخل المغربي وتترك لهم خيار البقاء وأخذ الهوية الجزائرية بدل مضالبتهم بالتوجه للأراضي المغربية الأخرى كما حدث مثلا من قبل عندما استرجعت الجزائر إقلم العرجة بفكيك تم أمرهم بالتوجه نحو المغرب في حين بعضهم يقول أنهم يتمنون لو تركتهم الجزائر فيها وضمتهم أيضا لا بدل ترحيلهم نحو النظام المغربي الذي سأموا منه هو التهميش الكبير والقمع فيبدو أن الملك المغرب محمد سادس وحكومتهم بمحاولتهم سابقا الاستلاء على عقراز للدولة الجزائرية في الرباط فتحت تلك القضية على نفسها ورصا كبيرا وقعوا فيها مع أصلا إرجاعها للجزائر رغما عنهم ثم الآن عودة الحديث عن مناطق حدودية كثيرة تركت الجزائر المغرب يستغلها لسنوات طويلة جدا ويحق لها إرجاعها في أي وقت ترده بالوتاق والإعتراف الدولي الكامل وبكل أحقية كاملة الجزائر حاليا لا يبدو حسب مراقبين أن هذا ستصاعد أكثر لكن أكيد أن التصاعد ومحاسبة النظام المغربي على كل شهبر سيكون خيارا مباشرا فور أي محاولة سفزاز من النظام المغربي مستقبلا لهذا فملف الأراضي العالقة ستظل ملف ضغط دائم للجزائر على محمد سادس حتى لا يتجرأ على أي سفزاز آخر مستقبلا خاصة وأن الأراضي التي يتم الحديث عنها من وجدائل فيكيك وملوية وغيرهم الكثير فما رأيكم في ذلك وهذا الملف الذي ستتخط به الجزائر على السلطة المغربية لوضعه عند حده وإيقاف كل مؤامراته قبل ثلاث سنوات وهذا ما نقلت لها الآن الآن بمشاريع ضخمة وتاريخية فيها تغير وجهها كليا وتنقل العاملين لها تحديدا فيكيك بمنطقة العرجة الجزائرية والتي كانت منذ سنوات طويلة تستغلها المغرب وتبيع لها إلى أن طربت بها الجزائر ودخلت بسرعة وسترجعتها قبل ثلاث سنوات بعد تحركات مشبوهة لنظام المغرب فيها بعد أن كان الفلاحون المغرب يستغلونها دون أن تحرمهم الجزائر منها إلى أن تفح الكيل وسترجعتها الجزائر قبل ثلاث سنوات فقد كانت أعلنت الجزائر شهر مارس 2021 غلق المنافذ الحدودية بمنطقة العرجة بإقليم فيكيك المتوجد بدائرة ابن ونف بولاية بشار وطلبت الفلاحين المغربة بإخلاء الأراضي الجزائرية التي كانوا يستغلونها للفلاحة ولجأت الجزائر إلى هذه الخطوة بسبب الارتفاع المتزيد لتهرب المملوعة على مساوى واحدة العروضة والآن أخيرا نصروطة الجزائرية تستعد لإنجاز مشاريع وعدة فيها وأفد موقع الشروق أونلاين أنواحة العروضة بولاية بشار ستعرف حركة فلاحية هامة وسيتم مضخ أزيد من 400 مليون دينار جزائر لتمويل المشروع الذي سيساهم في تحسين ظروف المعيشية لمواطن المنطقة ومن المرتقب أن يتم رفض المحيط الزراعي للوحة بالكهرباء وكشفت المصادر لتوها أن 67 مزارعا استفدوا أخرا من مساحات فلاحية بالوحة ذاتها في انتظار أن ينضم إليها مستمر آخر الأمر الذي يجعل من المنطقة جنة زراعية تستفيد الجزائر من خيرتها يذكر أن الوحة كانت تضم حوالي 70 ألف شجار سنغيل وأصناف أخرى من النباتات والأشجار التي كانت تقتات منها عشرة العائلة المغربية قبل أن تقرر الجزائر إسار جعا أراضيها والنظام المغرب لم يعودهم فسن ردت الجزائر على خطاب الملك المغربي محمد سادس الذي دعا فيه إلى الحوار وفتح الحدود وقالت شروق نقلا عن مصدر وصفته بالمقرر مع ملف العلاقات الجزائرية المغربية إن الجزائر تعتبر خطاب محمد سادس لحدث لأن أهم ما تركز الجزائر عليه هو الأفعال وليس الأقوال فالأفعال هي الأهم عليه توجيه كل بلاده لتغيير سياستهم المعالية للجزائر فكل مسؤول بلاده تمادل كثيرا فالكلام المعسول والملمع ليس مهم إذ أنه لا يغير شيئا في أرواقع الأخير كل سياسات بلاده لها تعارض مباشر مع الجزائر وكان الأفضل والأولى تغييرها قبل ذلك الكلام المعسول والذي قال فيه أنه لا يرى سبب الجزائرين وأنه يتمنى علاقات جوار جيدة والأشقاء مع الجزائر كما تمنى أن يتم فتح الحدود وتقبل الجزائر الحوار بدون شروق مع العلم أن الجزائر لا ترفض الحوار مع الندم المغربي وإن أرده فعلا الملك فعليه تغيير سياسة بلاده جدريا تجاه الجزائر هناك ببساطة ستقبل الجزائر الصلح وترفع العقوبات على المخزن واللافت للانتباه أن الإعلام الرسمي الجزائري لم يتناول ما جاء في خطب العهل المغربي كما لم يعلق على غير عادته وكان محمد سالس قد دعا في خطبه المؤجل بمناسبة ذكر توليه العرش إلى فتح الحدود والعمل مع الجزائر لتجاوز الخلافات وتعود الملك المغربي على إفراج جزء مهم من خطبته الثانوية للعلاقات بين الجزائر والمغرب إذ يكرر كل عام الدعوة لفتح الحدود الجزائر تعلن وقفا فوريا لكل شركات تبغى الإماراتية ومن التعامل معها ولن تصدق أين تبخرت ملايار دولارات وكيف خدعوا الجزائر فيها مع انكشاف محاصرة مليارديرات إماراتيين بداية الجزائر توجه دربة قادية لشركات تبغى الإماراتية وانكشاف أمرهم وعدم نزهة الإمارات في العقود مسافة خصائر بملايار دولارات للدولة الجزائرية حيث أمرت وزارة العد المؤتقي لوقف إبرام عقود مع الشركة المتحدة للتبغ هو الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ المختصة